نوها فتاة جميلة وذكية عادت مع أسرتها الثرية إلى بلادها بعد أن أنهت دراستها الجامعية بإحدى دول أوروبا وبعد عودتها تقدم للزواج منها ابن عمها والذي لا يملك إلا شهادته الجامعية وطموحا كبيرا فوافقت به رغم رفض أسرتها وقبل الزواج اشترط ابن العم على نوها عدم الإنجاب إلا بعد خمس سنوات وتفريغ كل وقتها لإنجاح مشروعه الذي سيدر عليهم الملايين فوافقت نوها ولم تقل للزوج شيئا إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وبعدها ساعدت زوجها بالمال والجهد والعلم حتى أصبح زوجها مليونيرا وافتتح أكبر شركة تجارية وبعد ستة أعوام من الزواج فوجئت نوها بغدر ابن عمها وزواجه من سكرتيرته فحزنت كثيرا وقررت استخدام ذكائها للانتقام من ابن العم الذي قام بتطليقها وطلب منها الخروج من المنزل والذي يبلغ ثمنه الملايين وذلك لأن سكرتيرته ترغب فيه وأعطاها ثلاثة أيام فقط للخروج من المنزل وأمضى مع زوجته الجديدة الأيام الثلاثة بأحد الفنادق أمضت نوها اليوم الأول في تعبئة أمتعتها في صناديق وحقائب وفي اليوم الثاني أحضرت شركة مختصة بنقل الأمتعة لجمع أشيائها وإخراجها من المنزل وفي اليوم الثالث جلست وتناولت عشاء مكون من الجامبر والكافيار وعندما انتهت ذهبت إلى كل غرفة وقامت بوضع مخلفات الجامبر والكافيار في جوف كل قضيب من قطبان الستائر ثم قامت بتنظيف المطبخ ورحلت وعندما عاد الزوجان للبيت لم يشعر بشيء في الأيام الأولى وببطء بدأ التفوح من المنزل رائحة كريهة فقام الزوجان بمسح الأرض وتهوية المنزل وفحص الفتحات للكشف عن القوارض الميتة ثم تم استدعاء متخصصين بإبادة الحشرات بالغاز واستبدال سجاد الصوف الثمين لكن كل ذلك لم يأتي بنتيجة وبعد فترة توقف الناس عن زيارتهم وتركت الخادمة العمل فقرر الزوجان الانتقال إلى مكان آخر بعدما لم يعد بإمكانهم تحمل الرائحة أكثر من ذلك وبعد شهر وعلى الرغم من تخفيضهم لسعر المنزل إلى النصف لم يتمكن من العثور على مشتر لمنزلهم كريهة رائحة واضطر الزوج إلى اقتراض مبلغ ضخم من البنك لشراء منزل جديد ثم فوجئ الزوج بنها تتصل به وتخبره أنها تشتاق لمنزلها القديم وبأنها مستعدة للتنازل عن حقوقها بعد الطلاق مقابل الحصول على المنزل ففرح كثيرا ظنا منه أن نها لا تعلم برائحة المنزل ووافق على السعر الذي كان يشكل عشرة في المئة من قيمته الحقيقية واشترط عليها أن توقع على عقد البيع في نفس اليوم فوافقت نها وفي ساعات قليلة تم البيع ووقف الزوجان وعلى وجههما التسامة حمقاء وهما يشاهدان شركة نقل الأثاث تقوم بنقل كل شيء من البيت القديم إلى بيتهم الجديد بما في ذلك قضبان الستائر وأصبحت الرائحة الكريهة والخسائر الكبيرة يلازمانه جزاء غدره بمن ضحت لأجله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين شاب فقير يعمل براتب بسيط تعرض لأزمة مالية كبيرة عندما تم وقفه عن العمل بسبب تغيبه نصف شهر لاعتنائه بأمه المريضة التي ليس لها إلا هو وقد ذهب إلى أكثر من جهة ليساعده في علاجها ولكن لم يحصل إلا على وعود كاذبة ومن بين من سألهم رجل أعمال شهير في مدينتهم توقع منه خيرا إلا أن رجل الأعمال خذره ولم يهتم بكلامه وظنه يتسول على حساب مرض أمه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير قرر الشاب بعد أن ضاقت به الدنيا أن ينتقم من رجل الأعمال وقد أنساه الشيطان في لحظة ضعف التزامه وحسن خلقه وصلاته وصيامه وقيامه ودخل في إحدى الليالي إلى بيت رجل الأعمال متسللا لسرقته وبعد دخوله فوجئ بكل أفراد العائلة التي كان ينوي سرقتها في حالة إغماء نتيجة اختناقهم بالغاز فتذكر خالقه الذي أمره بالمعروف ونهاه عن كل منكر مهما كانت الأسباب ثم تذكر أيضا أمه المريضة التي يرجو لها الشفاء وعلى الفور أسرع بفتح جميع النوافذ للتهوية ثم قام بإسعاف أفراد العائلة واستنجد ببعض الجيران ليخرج الجميع من المنزل وينقلهم للمستشفى بسرعة وقد اعترف الشاب بأنه دخل بيت رجل الأعمال لسرقته لعجزه عن جمع مبلغ كبير لإجراء عملية لأمه المريضة والتي هي في حالة خطيرة وأنه قد دخل هذا البيت منذ أسبوع يتوسل لصاحبه بالوقوف بجانبه ومساعدته في علاج أمه ولكن صاحب البيت الثري لم يستجب لتوسلاته وطرده بطريقة مغزية كما اعترف أن ما قام به خطأ كبير ولا يرضى عنه وقد ندم عليه أشد الندم خاصة أنه وأمه دائمان على الصلاة والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل ولم يدخل طعام حرام في بيتهما أبدا وبعد أن تم الشفاء لرجل الأعمال وأسرته اعتذر للشاب وشكره على تصرفه النبيل وقام بدفع مبلغ كبير لعلاج والدته كما قام بتعيينه في إحدى شركاته وقال للشاب لقد علمتني درسا كبيرا أشكرك عليه كثيرا لقد كنت معزولا عن الناس ولا أهتم إلا بنفسي وأسرتي وكنت أظن أن كل من يطلب مني طلبة هو كاذب ويريد استغلالي ولم أفكر لحظة بصدق كل سائل وهذا التجاهل جعلك تحقد علي وتفكر في الانتقام مني وأعتقد أن كثيرا غيرك فكر في هذا واليوم فقط تذكرت حديث رسولنا الكريم الذي إن عملنا به وقان كل شر وذلك حين قال إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وأنني لو تصدقت كما أمرني الله ورسوله لأطفأت حقدك وحقد كل من له مسألة عندي ويرى أنني قادر على تحقيقها له مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل ثنبنة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبيبة شابة جميلة وناجحة في تخصصها ومن أسرة طيبة ميسورة الحال ورغم مسؤولياتها وانشغالها في عملها ظلت لمدة عام تذهب إلى المسجد لتحفظ القرآن عن طريق الحاجة أم عمر وبعد أن حفظته كاملا كانت تذهب إليها بين الحين والآخر لتراجع القرآن معها ثم انقطع اللقاء بينهما لفترة واكتفت الطبيبة بالاتصال الهاتفي لتطمئن على الحاجة أم عمر وبعد عام من آخر لقاء تم بينهما فوجئت الحاجة أم عمر بالطبيبة تتصل بها وهي تبكي وتريد مقابلتها في حجرتها بالمسجد فرحبت أم عمر بلقائها فذهبت الطبيبة وبعد أن سلمت على أم عمر انهارت وبكت وقالت لها منذ أسبوع وأنا في بكاء وحزن وعذاب وتأني بضمير حيث كان طفل مريض بالمستشفى الذي أعمل فيه درجة حرارته مرتفعة جدا فطلبت من الممرضة أن تأتي لي بحقن مسكنة ولكن الممرضة أتت بنوع آخر ودون أن أراجع وراءها أعطيت الطفل الإبرة وللأسف هو حتى الآن في غيبوبة ولا يستطيع الحركة وأنا دائما بجانبه وأتابعه بالساعات ولا يعرف بقصة الإبرة الخطأ أحد ومن يومها وأنا صائمة وأقوم الليل وأتصدق وأدعو الله أن يشفي الطفل وأن يسامحني فأنا أشعر بأنني المسؤولة إذا مات الطفل لا قدر الله فماذا أفعل حتى يرتاح ضميري هدأت أم عمر من روعها وذكرتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وطلبت منها كثرة قراءة القرآن والصيام والقيام والدعاء والتصدق وطمأنتها بأن الله سيكشف عنها هذه الغمة عملت الطبيبة بوصية الحاجة الفاضلة أم عمر وبعد يومين ذهبت إلى المستشفى لتطمئن على الطفل فوجدته في صحة جيدة ويبتسم مع والديه وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ففرحت الطبيبة فرحا لا حدود له وبدون أن تدري أسرعت واحتضنت الطفل وقامت بحمله وتقبيله وهي تلف به داخل الغرفة وبعد أن هدأت وجدت والدة الطفل تقدم لها باقة ورد وتقول لها لا أستطيع تقدير معروفك ولن أنسى لحظة اهتمامك بولدي وسهرك معه حتى الصباح في غيابي جعل الله كل هذا في ميزان حسناتك وأكثر الله من أمثالك ثم قال والد الطفل للأسف فقد أخبرنا أكثر من طبيب هنا أن وردي لن يفيق من غيببته وأن الموت مصيره ومنذ ساعة أفاق ولدي واعتبر الأطباء أن عودته للحياة معجزة كبيرة وأخبرون أن دعاءك له وعطفك على حالته وصلاتك من أجله ربما كانت الأسباب التي ردت إليه الحياة بفضل الله سبحانه ابتسمت الطبيبة وقالت صدقت يا رسول الله يا من قلت لا يرد القدر إلا بالدعاء ومنذ ذلك اليوم أصبحت أم الطفل والطبيبة صديقتين حتى أنها تزوجت من خار الطفل المهندس الشاب التقي الذي كان يبحث عن زوجة بمواصفات هذه الطبيبة منذ سنوات حتى وجدها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر